جشع الدول الكبرى لشراء اللقاح يقود العالم نحو إخفاق دولي كارثي، فكما هو الحال في احتكار العديد من السلع من قبل بعض البلدان. وصلت التجارة بمآس الناس إلى لقاحات فيروس كورونا، وذلك بعد أن تصرفت بعض الدول الغنية بشجع في اقتنائها لقاحات فيروس كورونا وسط معانات الدول الأكثر فقراً، والتي ستواجه شعوبها خطراً مضاعفاً، وعلى ما يبدو أن جائحة كورونا ستواصل حصاد أرواح وأرزاق الكثيرين في الدول الأكثر فقراً في العالم بحسب منظمة الصحة العالمية، التي حذرت من أن العالم يقف على شفير إخفاق أخلاقي كارثي في حال استأثرت الدول الغنية باللقاحات ضد فيروس كورونا. مدير المنظمة تيدروس إدهام أكد أن جميع الإمدادات العالمية من اللقاحات البارزة ضد الفيروس حجز ما ينتج منها حتى نهاية عام 2021، تاركة الكثير من الدول ذات الدخل المتوسط تتجه إلى اللقاحات الروسية والصينية، التي لم يثبت فعالياتها حتى الآن. بينما تواجه الدول الأكثر فقراً فترات انتظار طويلة كي تحصل أعلى الجرعات الأولى من اللقاح. مدير منظمة الصحة العالمية نددا بسلوك هذه الدول التي تطبق نهجأنا أولاً، بينما هاجم في الوقت نفسه مصنعين لقاحات الذين يسعون للحصول على موافقة الهيئات الناظمة في الدول الغنية، بدلاً من تقديم بياناتهم لمنظمة الصحة من أجل إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح عالمياً. وبينما تقدم بعض الدول كلمات مطمئنة حول الوصول المتساوي للقاح، إلا أنها تعطي الأولوية لسفقاتها الخاصة مع المصنعين، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومحاولات للالتفاف على قائمة الانتظار الطويلة، التي ستعاني منها البلدان الفقيرة حصراً. أما الخبراء فقد أكدوا أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات هو نتيجة متوقعة لنظام صحي عالمي تحركه الصفقات المالية أكثر من الاهتمام بسلامة البشر، حيث ينظر النظام إلى اللقاحات على أنها منتجات تجارية، الأمر الذي سيطيل الوباء ويطيل معاناة البلدان وشعوبها مع القيود الضرورية لاحتواءه والمعاناة الإنسانية والاقتصادية.